السلام عليكم مرحبا بكم من جديد معي في قناتكم القناة حلويات ام عبد المغيت اليوم غادي نقول لكل سيدة لكل سيد وكل واحد كيتابعنا وكل واحدة كيتابعنا في القناة ينود دب 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 ويدير هاد الوصفة قبل من عاشه وراء ان شاء الله بإذن الله انه بزاف ديه ناس كيتسنوا هاد المناسبة لكتكون مرة في السنة واللي للأسف الشديد للأسف الشديد كيديروا فيها أعمال شيطانية اللي كتقدر أنها تضر شخص الفرد وكذلك حتى العائلة واللي احنا هنا يا باش غادي نبطلو جميع هاد الأعمال ديالهم شيطانية أول شيء واللي أكيد كنعودو نذكرهم بأنه راه هاد الشي راه كيف ما تنقولو مدر بالنسبة لي المهمة كتر ما هما تضروا به ناس أخرين نتمنى معاكم نتمنى أنكم تتابعوا نتمنى منكم أنكم تتابع معنا هاد الحلقة ونتمنى نتمنى نتمنى كذلك أنكم تبعتجوا هاد الوصفة لأنها جد 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 مهمة بزاف ديال الناس و بزاف ديال الابنات غادي يقولوا لي ولا واكترتي وغير خزعبيلات والسحر ما كين شوا نبغي نقول لكم ما شانا لي قلتوا ما شانا لي جبتوا ما شانا لي اخترعتوا ما شانا لي صوتوا إنما السحر الدكرة في القرآن الكريم عانا منه الرسول صلى الله عليه وسلم منسوش أنها كيفما كينين صور كثيرة كينة واحدة صورة ديال الجن منسوش كذلك القصة ديال فرعون مع سيدنا موسى عليه السلام و القصة دياله مع السحرى منسوش المعوضتين اللي كانت جات أو الصور اللي كانت نزلت على قبل السحر واللي أكيد عندهم مفعول كبير 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 بالنسبة لهاد القدية والإبطال هاد الأعمال نبدأ وعلى بركة الله لحلقة ديالنا نتمنى لكم فرجة ممتعة وأول شيء غادي ناخدوه هنا كيف كتشوفوا معايا مكونات بسيطة اللي غادي نحتاجوها كذلك آيات اللي جد مهمة واللي عندها دور كبير ومنسوش بأنها من علامات ديال السحر اللي خصكم تعرفوها عبدو دير سيلونسيو من علامات ديال السحر أنا بزاف ديالناس كيحسوا بالحسن الاكتئاب الضيق المستمر في النفس ديالهم البكاء بدون سبب وهذا اللي تعانيهم منه بزاف ناس سيطح لهم ديال كان قول دموع ويدان وأنا أكيد إلا كنتم رجعتوا للحلقات الماضية اللي كنت ديجا تقسمت معاكم واحد الفترة رجعتني معرفت ديال الدموع بدأني أنهار ويدان ديال الدموع منسوش كذلك تتكون ديك الصعوبة في الحفظ وضعف التركيز كثرة النوم الفترة الطويلة لدرجة سيدة ولو ما تتقوم بالتحاجة من أعمال البيت كتحس بهذا التعب كتحس بهذا الإرهاق كتحس بهذا العياب بدون سبب يعني تنعس بنهار وبالليل ومع ذلك كتحس برأسها أنها دائما تعبانة ودائما أنها عيانة كذلك صعوبة الحفظ وضعف التركيز ومنسوش بأن أرى بزاف الناس كانوا متفوقين كانوا منذ من الناس لولين كانوا من الناس لمتفوقين فإذا بيهم واحد الوقت ولو حمقين ولو مسطين ولو لأننا عندنا واحد القوة خبيتة أو لواحد العين خبيتة للأسف شديد كنشوفه بسيدة أو لسيدة اللي عنده واحد نعمة بواحد الحسد بواحد الحقد بواحد أننا بغين نحيدوها ليه من يدوه بغين نتمنى وهديك النعمة غدي تزوله وأكيد غدي نعطيه وصفات خاصة حسب نسبة ناس لك يعانيهم من الحسد اللي ممكن أننا نديروها إن شاء الله بإذن الله في هذه الفترة كذلك من بي العلامات دي السحف الزوجين كوالي هم دار بهم شادين بدون سبب على والغ مع أنهم تبرك للأوصلح بمستوهم التقافي مزيان أو لطالع بمستوهم المادي لأهلهم أنهم يعيشوا ربعة وخمسات الأوصار متوفر لهم كل شيء بيت دار طنوبيل كل شيء وكتبلي بناتهم مشاكل زوجية ومتعرفوش نهائيا السبب ديالها وهنا يكون مشكل ديال السحر ديال التفريق ولا هي ذو بالله واللي فعلا كتتفرق من خلاله هذيك الأسرة وكتتفرق هذوك الزوجين وكتتفرق تفرق تما بينك وما بين ولدك أو لابنتك يعني لحول ولا قوتها إلا بالله العالي العالم ولكن بإن الله سيبطل كل شيء ما نسوش ألم فالبطن مستمر شيء بعد مرات كيكونوا بحل دك شكل ديال بزاف ناس كيسحبوه القول والعصابي أو كيسحبوه بومزبي ولكن هو تيكون بسبب ديال السحر تعب إرهاق عام وخمول وشعور بالثقل في الجسم والتكاسل أثناء خاصة هذا الواجبات والفرائد الدين يا أخ إما كيسحبوه كي تبدأي التوبة إما كي يجيك العياء إما كي يجيك وغير 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 نبدأ وعلى بركة الله هنا غادي نحتاج فيها مقادر معينة وآيات معينة أول شيء عمنا الملح إلا لقيت المدية اللي بحر يكون أحسن وأفضل لقيت الملح الخشين أحسن وأفضل سينو ملقيتوش ديرو العادية غادي ناخدوها وغادي ناخدو كذلك هات الآيات اللي نتمنى أنكم تكتبوهم وتدرجوهم عندكم أو لا تقيدوهم عندكم غادي ناخدو كيلو ديال الملح اللي غادي يتكون خشين ديال حيو من صوت بأن الجن والأرواح الخبيطة مزيحنوش نهائيا الملح يعني كيتطوق هذك البيت أو لكيتطوق الشيء اللي هي روحاني اللي كيتطوق من خلالها هذك المنزل باش ما كيوصلوش هذك الدرار نهائيا كذلك غادي نحتاجوا الماء ديال البحر إلي كان أفضل وأحسن بنسبة لنا سلي كيمشون البحر ممكن أنهم يجيبوا معهم بيدو ديال الماء ديال البحر سينو ما عندكم ش ديرو ماء عادي غادي نحتاجوا كذلك قراءة صورة الحمد أول شيء غادي نقرأ كذلك صورة الإنشقاق سبع مرات وغادي نقرأ مية وواحد وعشرين مرة غادي نديرو السبحة في ديكم غادي نقرأ مية وواحد وعشرين مرة وما جئتم به السحر إن الله سيبطله وما جئتم به السحر إن الله سيبطله وما جئتم به السحر إن الله سيبطله وإن شاء الله بإذن الله سيبطل كل شيء رغم يديروا اللي يبغوا ويديروا لأننا دائماً كان أمنوا بأن القوة دي الله سبحانه وتعالى أقوى من القوة دي العبد ومن القوة دي هذي الناس اللي كي تعطوا هذا السحر كي تعطوا له الأعمال الشيطانية هنقرأ كذلك سورة الفلق سبع مرات هنقرأ سورة الناس كذلك سبع مرات واللي تتعتبر معوذتين بإذن الله سبحانه وتعالى وغادي نقرأوا كذلك دعاء اللي غادي يزيد يعزز أو اللي غادي يزيد يبطل هاد النوع هاد الأعمال الشيطانية ما تنسوش كذلك أنكم تكونوا ماذبين على الصلاة دي لكم ماذبين على النظف دي لكم ماذبين على الأذكار دي لكم ماذبين على الرقية الشرعية كيف ما ناس يحاولوا أنهم يدمروا حياتكم بأعمال سحريات الدولة ودمروها دمروا الأعمال دي لهم بأشياء اللي هي دينية منها أجر حسنات لكم وفي نفس الوقت كنت أعتبر كتبطل هاد الأعمال كاملة وغادي ناخدو كذلك ورق السيدر ما نسوش بأنه ورق السيدر رائع رائع وبزاف قحل خاصة أنه من بين الأوراق دي الجنة أو من بين الأشجار دي الجنة بالنسبة لهاد الدعاء اللي غادي نعطيكم رائع فعلا رائع 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 جدا وغادي تشوفوا بعينيكم كيفاش غادي تغير الحال دي لكم إن شاء الله بإذن الله بالنسبة للمهنية ما ننسوش أننا كنكونو خدينا ثلاثة إطر دي الماء وكيكون معاه كيلو دي الملح بالنسبة لدعاء اللي غادي نستعمله أخدو معايا ورقة وستيلو أخدو معايا ورقة اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب الحياة والآخرة اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وكذلك ذهب همي اللهم أبطل كل سحر مرشوش ومدفون ومأكول اللهم أبطل كل عين وأبطل كل قوتي حسد بقوتك التي لا قوة فوقها بإذن الله سبحانه وتعالى ستحيد كل شيء ونقرأ كذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أرقيني ومن كل شيء يؤديني من شر كل نفس وعين حاسدة الله بإذن الله يشفيني بسم الله أرقيني بالنسبة لهذه المكونات سنخلطوهم وغدين وضعوهم فوق البطا أو لا فوق النار من بعد ما غدين حسدوا بهم طبخوا مدة ديال سبع دقائق على عافية مهيلة غدين حيدوهم غدين قرأوا عليهم الآيات اللي قلنا كذلك الأذكر والأداية اللي تقاسمنا معاكم بالنسبة لهذه الماء غدين يتخذ غدين يترش على الدار كاملة من على برة غدين يتربع به لقناة ديال الدار وكذلك غدين ناخدوا واحد البانيو أولا واحد الإناء الليلة عاشرة وغدين نخلوه علينا من الفوق للتحت ودائما كذلك ما تنقولو كنت نديره في واحد البيدو أو لا واحد البيدو زي ما كان لحش في الطوالد نهائيا أولا في بلاسة اللي فيها التخطية لأنها مقرية لها آيات نورانية من بعد غدين نخلوه إما حدا شجرة أولا على جردك منها أولا نبات إلي كانوا عندكم حبقاتها في السطح ديالكم أولا في الجردة ديالكم منها هدوك النباتات يستخدموا من هدوك الماء اللي غادي يكون كيف ما تنقولو مرقي وفي نفس الوقت بتحنا يا غادي تبطل هدوك السحر كامل وصلنا نهاية لحلقة ديالنا تهلا أهلا تهلا تهلا